المرحلة السادسة تكوين سياسات الأفراد أدت زيادة حدة المنافسة في الستينيات من هذا القرن إلى ضرورة العمل من جانب المنظمات على ضمان الاستخدام الأمثل للموارد البشرية ومحاولة تخفيض تكلفتها مما أدى إلى تحويل وظيفة الأفراد من المستوى التنفيذي إلى مستوى الإدارة العليا وهذا يعني مدى أهمية وضع استراتيجيات وسياسات وخطط للأفراد في ظل الأهداف والسياسات العامة للتنظيم الأمر الذي أدى إلى توفير فرص واسعة لمتخصص الأفراد للترقي إلى مستويات أعلى في الإدارة المرحلة السابعة مرحلة دور التخطيط الشامل تضافرت مجموعة من العوامل التي أجبرت إدارة المنظمات بالاعتراف بالأفراد وأحقيتهم بالمشاركة على مستوى التخطيط الشامل وكجزء من الاستراتيجية العامة والعلى من أهم هذه العوامل زيادة درجة عدم التأكد في مشكلات إدارة الأفراد وأهمية العمل على التوائم والتكيف مع ظروف البيئية وزيادة حدة المنافسة العالمية في أسواق المنتجات المرحلة الثامنة مرحلة الأفراد والمجتمع الأكبر أصبحت إدارة الأفراد تحتل سلطة إدارية ومكانة أعلى داخل التنظيمات المعاصرة وأصبح من الضروري الاهتمام بأنشطة الأفراد لتأثير العوامل البيئية على كل من المنظمات والعاملين فيها والأنشطة الخاصة بهم وقد كان ذلك مطلبا أساسيا خاصة بعد أن أصبحت المجتمعات تطالب التنظيمات بتحقيق الأهداف الاجتماعية إلى جانب أهدافها الخاصة بالربحية العملية الإدارية لوظيفة الأفراد أولا موقع إدارة الأفراد في الهيكل التنظيمي للمنظمة يمكن القول أن هناك أربعة أشكال تمثل عدد وحدات الأفراد ومستواها التنظيمي في المنشأة والتي يمكن تناولها كما يلي أولا وحدة مركزية للأفراد يعكس هذا الشكل وحدة مركزية واحدة للأفراد تقوم على خدمة جميع أقسام المنشأة وترفع تقاريرها مباشرة إلى المدير العام ثانيا وحدة مركزية للأفراد ووحدات على مستوى القسم السلعي والوحدات ويلاحظ في الشكل التالي عددا من التقسيمات التنظيمية على أساس السلع المنتجة حيث توجد وحدة إدارة أفراد مركزية ترفع تقاريرها إلى المدير العام مباشرة وعلى أساس وحدات فرعية للأفراد ترفع تقاريرها إلى مديري الأقسام السلعية ثالثا وحدة مركزية للأفراد ووحدات على مستوى المصانع وتبعا لهذا توجد وحدة مركزية للأفراد تتصل مباشرة بالبدير العام كما يوجد التقسيم وحدات فرعية أو كما يوجد تقسيم وحدات فرعية على مستوى المصنع تقدم تقاريرها لمدير المصنع رابعا الشكل المختلط وهنا يوجد نموذج لشكل مختلط يضم العشكال الثلاثة السابقة هناك وحدة أفراد مركزية ووحدات على مستوى القسم السلعي ووحدات والوحدات الوظيفية ووحدات أفراد على مستوى المصانع وبالتالي يسمى هذا النوع بالشكل المختلط با تخطيط الموارد البشرية أولا مفهوم التخطيط للموارد البشرية يقصد بتخطيط الموارد البشرية تقدير احتياجات المنشعة من الأفراد كما ونوعا خلال المدة القادمة مع تحديد الوظائف التي يشغلونها والمؤهلات المطلوب توافرها في من يشغلها ثانيا مراحل عملية تخطيط الموارد البشرية تمر عملية تخطيط الموارد البشرية بعدة مراحل والتي يمكن توضيحها في الشكل التالي أولا دراسة أهداف التنظيم ثانيا تقدير الطلب ثالثا التنبؤ بالعرض ورابعا تحديد الفائض أو العجز خامسا استراتيجيات مواجهة الفائض أو العجز أولا دراسة أهداف التنظيم الغرض من دراسة أهداف التنظيم لأغراض التخطيط للموارد البشرية التعرف على الاعتبارات التي تؤثر على تقدير الاحتياجات من القوة العاملة المطلوبة ثانيا تقدير الطلب حيث ارتكز في هذا الشأن على جانبين هما واحد تحديد نوعية مواصفات الأفراد المطلوبين ثانيا تحديد عدد الأفراد المطلوبين لإدارة وتشغيل المنظمة وبناء على هذين الجانبين يتم اختيار الفرد المناسب وتعينه